اشتركوا في القناة ومتابعة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مبينا سموه أن هذا الدعم والاهتمام يبرز مستوى جودة وكفاءة الخدمات التي تحرص المحافظة على توفيرها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وأكد سموه أن المحافظة حرصت على متابعة احتياجات المواطنين عن قرب من خلال الزيارات الميدانية والتواصل المباشر منوها بالاهتمام البالغ الذي توليه المحافظة في تحقيق كل ما يتماشى مع رؤى وتطلعات المواطنين في منطقة الدور وباقي مناطق المحافظة بصورة عامة وخلال الحفل كرم سمو محافظة الجنوبية الجهات المساهمة في إنشاء صالة أهالي الدور اليوم نحن أهالي الدور نشوفهم كلهم فرحانين ومستنسين والله الحمد وهذه سمت حكومتنا الرشيدة الله يحفظها ويبارك فيها تفرح الناس وتجهز لهم الأمور والوسائل التي يتواصلون فيها بكل أمانة كل المنطقة ستتواصل في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى وصالة المباركة وإن شاء الله تكون صالة خير لأهالي الدور وللبحرين جميعاً يعتبر هذا المشروع المشاريع التنموية الاجتماعية لتبع المحافظة الجنوبية بتنفيذ من وزارة الأشغال وشؤون البلدية التخطيط العمراني وبإشراف من إدارة الوقاف السنية ويعتبر هذا المشروع من ثمارات عام 2021 من المشاريع التي تم إنجازها ونشهد إن شاء الله نطلع للعام القادم لإفتتاح أيضاً مزيد من المشاريع نحن حقيقة سعيدين اليوم يعني بالإفتتاح ولا أنسى جهود بعد المحافظ الله يحافظه سمو الشيخ خليفة بن علي جهودة واضحة واهتمامة بالمنطقة ككل تواجد دائماً في الصغيرة والكبيرة ترجمة نانسي قنقر